يعاني العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 من أزمات وانتكاسات متلاحقة فقد خلالها على يد الميليشيات التابعة لإيران سيادته وأمنه واقتصاده العراق الذي حل في صدارة قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية تراجع بشكل كبير في مجالات كثيرة منها التعليم والصحة والأمن تبعه استهداف الكفاءات وهجرة العلماء ثم النزاعات المسلحة وتهجير المواطنين وانتشار سلاح الميليشيات المنفلت فضلاً عن تجارة المخدرات حيث تم القبض خلال أسبوعين فقط على أكثر من سبع عشرة شبكة لتهريب المخدرات حتى أصبح العراق مركزاً إقليمياً لتجارة المخدرات وإنتاجها ومعبراً لتسويقها في دول المنطقة فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر لنحو ستين بالمئة تكمن وراء الجرائم المستمرة والمتفاقمة حيث سجلت محافظة كربلاء لوحدها أكثر من ألف جريمة خلال عام 2023 القطاع الزراعي هو الآخر طاله الإهمال والفساد حيث فقد العراق نحو 75% من أراضيه الزراعية بسبب أزمة المياه التي دفعت إلى هجرة كبيرة للفلاحين ووصل إلى مرحلة الإفلاس المائي بعد فشل الحكومات المتعاقبة بالتعامل مع ملف المياه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحاليان في العراق ليس لهم السلطة الكاملة على قرارات الحكومة مع أن السوداني قال إن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات إلى أن الميليشيات التي تأتمر بأوامر السفير الإيراني في بغداد تقول غير ذلك فذراع طهران في العراق هادي العامري يقول نحن الدولة وبنات الدولة نحن الدولة ونحن حماة الدولة ونحن بنات الدولة والقيادي في ميليشيا الحجد أبو فدك يتحكم بمفاصل الدولة كيف يشاء لخدمة طهران فمن أين تأتي السيادة لبلد تنهشه الميليشيات والعصابات من كل جانب ترجمة نانسي قنقر